سلب ونهب واختطاف وتجارة بالسلاح والمخدرات مشهد يلخص الحالة الأمنية التي وصلت إليها محافظة السويداء في ظل انتشار العصابات وغياب تام لأي رقيب التدهور الأمني بالمحافظة لأجهزة الأمن والضابطة العدلية ضابطة العدلية من القضاء ومن الشرطة هن اللي متخلين عن هذه المحافظة وتركينها لحال سبيلة قل عشوكم بيتكم شو السبب ما حدا بيعرف اليوم شو السبب اللي تركتها هاي السلطة ترك الوضع بهذا الشكل وقع مجهول المعالم وحالة من الفوضى الأمنية أشبه ما تكون برمان المتحركة تعيشها المنطقة مع غياب الأمن وتجاهل من نظام الأسد لمعاناة الأهالي التي اتسعت في ظل الوقع الاقتصادي المتردي وانتشار الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وغياب معظم المواد والسلع الأساسية من الأسواق مصادر خاصة من السويداء قالت تلفزيون سوريا إن النظام يسعى لسيطرة على منطقة وإخضائها من خلال عصابات ابتدعها وربطها بفروعه الأمنية كحل أمني للتعامل مع حالة السويداء الخاصة كمنطقة لا يستطيع معها استعمال الحل الأمني التقليدي وهو ما زاد الأمور تعقيدا وزاد معها نشاط هذه العصابات واتسع نفوذها مين اللي سبب الفوضى بالمحافظة مش المواطن المواطن بيلتزم بالقانون لما بيكون فيه قانون يحمي بس اليوم ما فيه قانون القانون محطوط على الراف وما بيتطبق القانون بالمطلق فنحنا أنا كمواطن بحمل المسئولي كاملي لأجهزة الدولة بكافة جهاتها المصادر أشارت أيضا إلى أن السويداء وصلت إلى أسوأ البراحل من خلال الاعتداء المباشر من قبل عصابات السلب والنهب على الأهلي والاستمرار بعمليات الخطف والترهيب والسرقة بالإضافة إلى بيع المحروقات في السوق السوداء بأسعار مرتفعة فهل ستمكن الأهلي ومن خلفهم رجال الكرامة من وضع حد لهذه العصابات